أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسم نائب وحاكم الشارقة رئيس مجرس الشارقة للإعلام أن ظهور العديد من وسائل وأشكال الإعلام الجديد يصب في مصلحة تطور القطاع الإعلامي في الدولة مشيرا إلى ضرورة تطوير هذه الوسائل وتنظيمها بما يحصن دورها الإعلامية جاء ذلك خلال افتتاح سموه صباح اليوم الخميس فعاليات دورة الأولى لملتقى شبكات الإخبارية المحلية الذي ينظمه الموقع الإخباري الشارقة 24 التابع للمكتب الإعلامي لحكومة شارقة تحت شعار الدور والتأثير في إطار سعيه الدؤوب والمستمر للإطلاع على سير العملية الإعلامية في إمارة الشارقة حضر اسموه الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسم نائب حاكم الشارقة ورئيس مجلس الشارقة للإعلام افتتاح فعاليات الدورة الأولى لملتقى الشبكات الإخبارية المحلية الذي ينظمه الموقع الإلكتروني الإخباري الشارقة 24 التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة والتي انطلقت تحت شعار الدور والتأثير بحضور ومشاركة مجموعة واسعة من صناع القرار في المؤسسات الإعلامية ومؤسسي ورؤساء الشبكات الإخبارية المحلية في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية في الدولة فعاليات افتتاح الملتقى استهلت بكلمة للأستاذ فاطمة إبراهيم رئيس تحرير موقع الشارقة 24 الإلكترونية أكدت خلالها أن العالم اليوم يشهد تحولات هائلة في مجال الاتصال والإعلام أحدثت في السنوات الأخيرة تغيرات كبيرة في أساليب إنتاج وتوزيع وتلقي المعلومات يسعى ملتقى الشبكات الإخبارية المحلية إلى سبر أغوار هذا العالم المتشابك من خلال الإجابة على محاور الملتقى التي تبحث في أدوار ومستقبل هذه الشبكات ضمن جدلية المصطاقية والآنية في الإعلام الجديد وكذلك معضلة الإعلام الوطني ومعادلتي الشفافية والحقيقة للوقوف على الإشكاليات التي تفرزها الشبكات الإخبارية والتحديات التي تواجهها عقب ذلك ألقى سعادة طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة شارقة كلمة رحب خلالها بالحضور كما أشار إلى أن الملتقى هذا العام يأتي ضمن أهداف المكتب الإعلامي الرامية إلى دعم القطاع الإعلامي في الدولة نحن ندرك جميعا أن الإعلام على اختلاف مدارسه وتطوراته تبقى أهدافه واحدة إذ بنيت قوالبه على أسس المهنية والمصداقية في رسالة سامية تخاطب فكر المتلقي وتلبي رغباته في الحصول على المعلومة والمعرفة مما يتطلب منها مراجعة مستمرة للرسالة الإعلامية وطرق نقلها لتخاطب فكرا منفتحا ومتطورا ومع تزايد الحاجة للوقوف على واقع الشبكات الأخبارية ودراستها وقياس مدى تأثيرها وقدرتها على تحمل مسؤولياتها لتكون صانعة للأخبار وليست مجرد ناقلة فإننا نؤكد على دور هذه الشبكات في صناعة الإعلام المسؤول المواقب للتطورات مع تحر المزيد من الحكمة والدراية والمعرفة والتكامل بين مختلف الأطراف الإعلامية ثم ألقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسم نائب حاكم الشارقة مداخلة خلال حضوره لفعاليات الملتقى أكد فيها أن الملتقى يهدف إلى مصلحة تطور القطاع الإعلامي في الدولة مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة تطوير وسائل الإعلام وتنظيمها بما يحسن من دورها الإعلامية أنا أعتقد أننا نحن يجب أن نجد أو ننتقد أخطاعنا ونجد الطريقة السليمة للتطور ربما أولها في الترخيص ربما الجهات الترخيصية أنا أشكرك حقيقة أن كل هذه النقاط تأخذ وتكتب كل هذه النقاط أتمنى إن شاء الله أن يكون هذا الملتقى يضع اللبنة الأولى لتصحيح مسار بعض الأخطاء الموجودة وهذا شيء وارد يعني الخطأ وارد في كل المجالات فربما هذا الملتقى بداية تصحيح بعض الأخطاء بداية تطوير بعض الأشياء ومن خلال جلستيه التي حملتا عنوان الشبكات الإخبارية مبادرات فردية وتأثيرات مجتمعية والشبكات الإخبارية المحلية الواقع والمستقبل ناقش المشاركون في هذه الجلسات مختلف الجوانب المعنية بمحاورها حيث أكد معظمهم ضرورة مواكبة التطور الكبير الذي يشهده الإعلام نتيجة الثورة الرقمية والتقنية التي ساهمت في ظهور العديد من أشكال الإعلام الجديد فبالتالي أعتقد مسألة التنظيم أصبحت مهمة القوانين أصبحت مهمة اليوم أنتقيت بكثير من الموجودين المؤثرين على السوشال ميديا يقول نحن طلعنا في السوشال ميديا ما حصلنا حد يعلمنا يعطينا القواعد يعطينا الأساسيات هل دراسة مهمة؟ نعم دراسة مهمة كليات الإعلام من أهم المساقات التي اليوم أنا أعتقد المفروض تدرسه أخلاقيات المهنة لتعلم الصحفي واللي موجود على السوشال ميديا شو الأخلاقيات؟ كيف تتحرك؟ الملتقى ناقش أيضا في أول تجمع له من نوعه على المستوى المحلي عددا من الموضوعات المعنية بخدمات الشبكات الإخبارية من حيث صناعة الأخبار ومفاهيم صحافة المواطن والإمكانيات والتأثير بالإضافة إلى الوقوف على واقع الشبكات الإخبارية كما أشار المشاركون إلى أهمية تحديد مصطلحات وتعريفات دقيقة للوسائل الحديثة من الشبكات الإخبارية والأفراد الفاعلين في مختلف وسائل التواصل الإعلامية وأكد المشاركون أيضا على ضرورة الالتزام بالأخلاقيات المهنية في كافة الشبكات والوسائل الحديثة مع عمل الجهات المختصة في التوعية بالأخلاقيات والقيام بدورات وورش تخصصية ومهنية ترجمة نانسي قنقر